هنا اللي بقولهولك النهاردة كل ده بيؤثر على أداء اللعبين وانت النهاردة لما بتلاعب فريق زي سنبا وفريق ضعيف وما بتقدرش انك انت تكسبه هنا في علامة استفها لكن احنا لما بنيجي بنصبر وبنستنى بنبقى علشان هنا مسندين بشكل كبير جدا النادي الأهلي ممثل على الكرة المصرية في إفريقيا وبعد كده بتظهر بأداء واحد من أسوأ المباريات اللي ظهر بيها النادي الأهلي في السنوات الأخيرة وهي مباراة الزهاب أمام سانداونز وبعد كده في مباراة العودة نهاردة كولر المدير الفني للنادي الأهلي نازل قبل المباراة واثناء عملية الإحماء والتسخين بيلف الملعب وبيحفز الجماهير وانت دورك كمدير فني انك انت تحفز اللاعبين ولا تحفز الجماهير الجماهير دي لها ناسها موجودة في المدرجات لكن المدير الفني له طبعا صلاحيات وله من المفترض سيطرة على لاعبيه وتركيز مختلف في تحفيز اللاعبين لكن ده ما حصلش النهاردة واللي شفناه حتى في طريقة التعامل أثناء المباراة بعد اهدار ركلة الجزاء من علي معلول اه نادي الاهلي بيحاول لكنها محاولات فردية لا ده شكل النادي الاهلي ولا ده إلا النادي الاهلي في مباراة حاسمة ومباراة مصرية كلنا كنا بننتظر النهاردة ان النادي الاهلي يتفوق وبشكل كبير على فريق سانداونز كلنا كنا منتظرين النهاردة النادي الاهلي يرد في الملعب بالأداء والنتيجة على المدير الفني لسانداونز وتصرحاته اللي صدرت منه قبل المباراة يعني مش عارف كان وقتها برضو في المؤتمر الصحفي ودي من الأمور الغريبة جدا ان تم توجيه سؤال انا مش عارف يعني ما عرفش مين هل هو صحفي ولا مصحفي ما عرفش مين لكن انا همشي معاك ان هو صحفي اللي وجه السؤال للمدير الفني السانداونز قبل مباراة العودة السؤال لما تيجي وإحنا عارفين كصحفيين الصيقة بتاعت السؤال ان النهاردة انت هل الحكم ساعدك هل الحكم ساعدك في نتيجة مباراة الزهاد وهل انت خايف من الاقالة في حالة الخسارة في مباراة العودة ده كان السؤال لكنه سؤال صحفي انا احترم ماشي اوكي انا ماشي معاك للاخ خليت انت الراجل بطريقة السؤال ده بصيغة السؤال وانت بتكلم صحفي وعارف يعني ايه صياغة سؤال فانت خليت الراجل يرد عليك ويفندلك الاحداث كلها بتاعت مباراة الزهاب ماشي عارف يرد عليه في المؤتمر الصحفي وكان رد على البيان اللي اصدره النادي الاهلي كمان بالشكوى من التحكيم في مباراة الزهاب وانا ااسف جدا جدا اهل اخطاء التحكمية واردة لكن انك انت تحمل لي مسئولية الخسارة في مباراة او الوداع بطولة للحكم بس ده لا يليق بالنادي الاهلي ده على فكرة مش كلام ده كلام الراجل ده خليت الراجل ده بالسؤال ده يقولك ان النادي الاهلي كبير في افريقيا فما ينفعش ان هو يلقي بالمسئولية على التحكيم خليت الراجل ده تيقولك احنا عاملين ستمية تسعة وتمانين تمريرة صحيحة من قبل مش عارف ميتين اربعة وتلاتين ولا ميتين وتلاتين تمريرة صحيحة في مباراة الزهاب للنادي الاهلي خليت الراجل ده بالسؤال ده ان هو يعدد لك الاخطاء اللي حصلت وقال لك ما حصلش توجيه انزار تاني لمحمد هاني ولا انزار لمحمد افشا وقال لك كمان احنا لنا ضرب الجزاء ورغم كده قال لك احنا مش هنشتيك واحنا برضو بنحترم التطوير في الاتحاد الافريقي وقاعد ينظر يعني الراجل انت اديت له بالسؤال ده احقية انه هو ينظر ده رقم واحد رقم اثنين لو انت بتتكلم بقى في توجيه السؤال هو انت خايف من الاقالة في حالة خسرتك ووضع البطولة طب النهاردة النادي الاهلي خسر وودع البطولة لو هنمشي بصياغة السؤال ده هل كولر هيتم اقالته بعد ودع البطولة طب بعد ودع بطول تئم في شهر واحد يا جماعة المبررات الوهية بلاش منها لان في النهاية الامور قلنا مليون مرة بتنكشف وده النادي الاهلي وقلتلك مليون مرة كلنا بنبقى وقفين مستنين النادي الاهلي ياخد بطولة هو دلوقتي اللي في السنوات الاخيرة هو اللي محافظ لك على هيبة الكورة في مصر سواء على المستوى الافريقي او المستوى الدولي فما يتعملش معلش يعني مش كولر النهاردة مودست الجمهور اللي كولر جايبه بالمناسبة النهاردة بعض من الجماهير هتفت ضد مودست وقالت له جود باي يا مودست طب مين اللي مسؤول ما هو اللي مسؤول المدير الفني اللي هو كولر اللي جاب مودست كولر هو اللي مسؤول على الرحيل سيد عبدالحفيز عشان يا باشا تسيطى طب يا باشا تفضل تسيطى عادي كنت خسرت بطولة سوى الافريقي امام فريق زي اتحاد العاصمة مع كامل احترامي دي فريق محترم خسرت واحد صفر لكنه فريق ما يكسفش الاهلي لو قعد لعبه عشر مرات يعني ده من الساندونس اللي هو فريق محترم وكلنا بنحترمه وفريق قوي جدا لكن النهارده النادي الاهلي كان يقدر انه هو يتخط ساندونس لكن لو لم يكون هناك يعني مش عايزة اقول تخازل او تهاون من بعض اللاعبين او تقصير خلينا اقول تقصير من بعض اللاعبين وفي نفس الوقت كولر واقف على الخط وفرحان بواقفة الخط لوحده وسيد عبدالحبيس بقى ما بيقوم له ولا بتاع ولا سامي قمصان بيقوم له ولا الكلام ده كله واقف ونهارده نزل لف حوالين الملعب عشان يحفز الجماهير فخسارة النادي الاهلي خسارة محزنة ظهور النادي الاهلي النهارده في بطولة السوبر الافريقي لا تليق باسم وشعبية وجماهيرية وتاريخ النادي الاهلي